ناقش القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين المدينة نبيل غانم أولويات احتياجات الصندوق من مادة الديزل والتي يتم من خلالها تسيير أعمال الآليات العاملة في الميدان وخلال الاجتماع كد القائم بأعمال محافظ عدن أن قيادات المحافظة تعمل جاهدة لتوفير الوقود للمحافظة لتوفيره للسوق المحلية والمرافق الخدمية التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين مثل الكهرباء والماء والنظافة مشيدا باليهود التي يبذلها العاملون في الصندوق ميدانيا والهادفة إلى الحفاظ على البيئة نقية وبعيدة عن الأخطار والكوارث الوبائية والتي قد تصيب المحافظة نتيجة لتكدس القمامة فيها